كل حال قبل ما نروح لتصريحات وليد الكراكي خلينا نروح سريعا لزمننا العزيز في المغرب يعني ونعرف منه استعدادات الاهلي كمان وطبعا نتكلم على نهاية تقيل فاروق صلاح يا فاروق صباح الخير عليك في البداية وعندنا اسئلة كتيرة بس خلينا نصبح في البداية صباح الفل يا لهود صباح الفل يا كريم وصباح الفل على كل مشاهدين ومشاهدة ومتابعة شاشة التقناة النادي الآلي في كل مكان ويا رب بنظر التفاؤل وابتسام التفاؤل إن شاء الله يوم يكون سعيد على كل جماهير المجرية والجماهير المصرية بإذن الله يا رب يا فاروق وخليني أروح معك للنقاط اللي أنا وكريم حابين نستفسر منها وبعد كده هنترك لك طبعا كل الوقت أنك يعني تفيدنا بكل المعلومات اللي عندك مبدئين عايزين نتطمن منك عن قصة التذاكر حتى هذه اللحظة لسه ما بنتكلمش في عشر تلاف تذكرة زي ما الكاف أعلن قبل كده أنه من حقنا النقطة التانية عايزة أروح معاك برضو لنقطة الفار لو فيه أي جديد في هذا الموضوع أو تقول لنا يعني تفاصيل أكتر عن اجتماع الخاص بي الكاف اللي حينقشوا فيه هذا الإطار وبعد كده برضو طمننا بقى طبعا عن البعثة وعن الاستعدادات وأنا بكلم هنا برضو عن الاستعدادات الكلية مش بس البدنية أو الفنية أو النفسية تفضل يا فاروق نهواند يعني تطرقت النقاط الغاية في الأهمية في يعني إحنا بداية طبعا يوم إن شاء الله يوم زي ما قلنا يوم يكون سعيد على كل جماهير النادي الأهلي ولكن النقاط في غاية الأهمية الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا كان من خلال 48 ساعة الماضية قال يا جماعة احنا عايزين نركز والانطباعة يتنقل للعيبة عندنا 90 ديئة نركز في 90 ديئة بعيدا عن أي أمور خاصة بأليات التنظيم أو حضور الجماهير لكن للأسف يعني ما فيش أي تعاون بيشهادوا أن بعثة النادي الأهلي أو مسؤولين في النادي الأهلي من قبل مسؤولي الكاف تكلمين أن النادي الأهلي تم طبعا ده الأمور يعني اللي طرحها الكاف في البداية قال 45 ألف تسكرة 20 ألف تسكرة جمهور عادي اللي خلينا حطها بين قصين وأقول جمهور الوداد يا نهواند و10 ألاف لجمهور الوداد بنية و10 ألاف لجمهور النادي الأهلي و5 ألاف للشركة الرعية النادي الأهلي ما استلمشي حتى الآن إلا 2500 تسكرة من قبل مسؤولي الكاف وده عامل أزمة جدا كبيرة جدا في التذاكر دي نقطة كمان يا نهواند لأن في محاور كتير جدا يعني خليني أقولك أن يعني ما فيش أي تعاون أنا يعني بكلمك بكل المصدقية فيش أي تعاون من قبل مسؤولين في الكاف مع منظومة النادي الأهلي سواء البعثة الفريق يعني تم إجراءكم يعني هأقول لك نقاط مهمة جدا يعني هواند برضو أن تم إجراء القرعة النادي الأهلي والفريق رقم ايه في الملعب وبالتالي النادي الأهلي هو ليلبس الزي الرسمي كانت بتجرى هناك محاولات أن النادي الأهلي غير لون الشورت النادي الأهلي من اللبيض للأسود ولكن النادي الأهلي تمسك بهذا الأمر والتالي النادي الأهلي سيظهر به زيه الرسمي حتى الآن يعني كل فرض داخل منظومة النادي الأهلي في يعني نقاط كتير جدا في حديث مع مسؤولي الكاف طبعا أنا برضو عايز أتكلم في نقطة يعني مدير إدارة الإعلام في النادي الأهلي الأستاذ جمال جبر في محاولات كتير جدا مع مسؤولي الكاف من أجل الحصول على التصريح الخاصة بهي الوافد الإعلامي للنادي الأهلي يعني أنت بتاع منظومة النادي الأهلي أكتر من شق فيها يعني كل فرد بيتكلم في نقطة حتى الآن وفد إعلامي لم يتسلم التصريح خاصة بحضور المباراة تذاكر لسه يعني ما اكتملش تسلم التذاكر التذاكر الخاصة بالنادلال اللي كانت تحددت مسبقا بعشر ألاف متفرج من قبل مسؤولي الكاف نقطة الفار طبعا تم تطرق لها في الاجتماع الفني بالأمس وتم التأكيد أن الفار هيعمل على مدار المباراة وطبعا تمت الحديث في الاجتماع الفني أن المباراة من عبارة عن شوطين من كل شوط 45 ديga مباراة طبعا لتسعين ديga لو انتهى الشوطين اللقاء بالتعادل هيتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين كل شوط مدته 15 ديجا لو استمر التعادل هيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح طبعا تم التأكيد على كتير جدا من الأمور أن احنا نتمنى النهاردة أن نشوف يعني صراحة على الأرض الملعب تم التأكيد على عدم استخدام الشماريخ تم التأكيد على عدم استخدام الليزر تم التأكيد على أمور كثير جدا عدم إلقاء الزجاجات كلها أمور تنظيمية ده اللي احنا بنقول سمعناه من الاجتماع الفني سمعناه من مسؤول الكاف نتمنى أن احنا نشوفه على أرض الواقع بإذن الله عايز يعني أروح بقى لنقاط وطمينك بقى يا نهواند على فريق النادلالي يعني أعتقد أن مجلس إدارة النادلالي بتابع الأمور كلها يعني أنا عايز أقول لي ممكن كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة ممكن ما بينموش على مدار اليوم على مدار الـ 24 ساعة اجتماعات مستمرة لأن الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادلالي لا يبحث فقط عن الفريق أو المسؤول البعثة ولكن كمان الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادلالي بيبحث كل سبل تأمين جمهور النادلالي والجمهور والجالية المصرية الأمر ليس متعلق بفريق فقط ولكن متعلق بكل الجماهير بكل الأفراد بكل من ينتمي لجمهورية مصر العربية في هذه المباراة فمسئولية كبيرة جداً اجتماعات مستمرة الجميع بيحاول كمان ان هو يفرغ الجو بالنسبة للعابين ان اللعبة تركز فيه التسعين دي ده المنتظر واللي احنا بنستنى ان شاء الله ان اللعبة يكون معنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى في هذه المباراة بروح اللعبة بالتفائل واللي احنا بنشوفه باللي لمسينه وانا هوانده في أرض الملعب في التدريبات بالتدريب اللي تم اجراءه بالامس على ملعب مركب محمد الخامس يعني حالة الروح اللي احنا شايفينها والحماس اللي عند اللعبين انا ببشارك ان شاء الله يعني كل ما الامور بتتصعب ان شاء الله بتظهر شحصية ومع ده اللعب النادي الاهلي لان دايما الابطال بيظهروا في الوقت الصعب وده اللي احنا يعني ان شاء الله بنأمله في لعبة النادي الاهلي وفوق ده كله يكون معنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى انا هوانده طيب فاروق يعني كلنا بنتمنى وندوم صوتنا صوتك اكيد انا عايزة اروح معاك لنقطة اخيرة وهي فكرة هنا يعني كيف بيتناول الاعلام عندك الاعلام طبعا المغربي هذه المباراة ردود الافعال في الشارع من الجاليات المختلفة مش بس من المغرب او المغربة يعني خليني برضو تنقلنا الصورة حقيقة عشان الجماهير يكونوا عندهم خلفية تفضل يعني خلينا اقولك نهوانده يعني قبل ما تترك لازيل نقطة ان بالامس يعني يعني الاحد بالامس تم وصول جياني انفنتينو وباتريس موتسيبي جياني انفنتينو مديل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الى الدار البيضاء طبعا لحضور المباراة وهيعقد اجتماع للمكتب التنفيذي يعني خلال ساعات مع بداية هذا اليوم بالامس طبعا كان المؤتمر الصحفي لبيتسو موسيباني وكابت محمد الشناوي وايضا وليد الرجراجي واحمد التجناوتي حارس مارما فريق الوداد الاعلام المغربي بعارف قيمة واهمية النادي الاهلي وليد الرجراجي تحدث عن قوة النادي الاهلي وقال للنادي الاهلي يبقى ان هو الفريق الاول ومرشح للبطولة وقال ان احنا بنمثل ونشبه النادي الاهلي بفريق ريال مدريد الفريق اللي عنده كم كبير من البطولات اللي عنده الكم كبير جدا من الخبرات اللي يعرف يكسب المباريات الهمة وقال أنا بضرب مثل بمبارات ليفربول وريال مدريد خبرات ريال مدريد هي اللي رجحت كفيته في هذه المباراة على الرغم أن ليفربول كان هو الأفضل وبالتالي المباراة دي كانت بالنسبة لنا درس أن أنا أقول للعيبة أن النادي الأهلي بخبراته بشخصيات لعيبته ممكن يقدر أنه يخطف المباراة الإعلام بدأ أنه يرفع من الدوافع النفسية والحماس الإعلام المغربي بالنسبة لعبي الوداد خاصة أنه بيحاولوا أن يكون وليد الرجراجي واحد تاني مدير فني مغربي يحاول يفوز بدور الأبطال وده إحنا ما نتمناش هذا الأمر طبعا لأنه ما فيش أي مدير فني مغربي مغربي حقق هذه البطولة سوى حسين عموتة في 2017 بيحاولوا يخلقوا دوافع لوليد الرجراجي حدثهم عن النادي الأهلي مبارح كل الثقة وكل لدوء من الكابتن محمد الشناوي من بيتسو موسيماني عن شخصيات لعبة النادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني قال أنا مش عايزة تطرق لأي مباراة لأي كلام خارج المباراة إحنا موجودين هنا ومستعدين لعب في أي مكان داخل القرى الأفريقية زي ما قلنا أنا عند ثقة في لعبة النادي الأهلي عند ثقة في الشخصيات العيبة الموجودة كابتن محمد الشناوي قال إحنا متعودين على هذه الأجواء ويعني كنا لسه مريب أمام الرجاء وأمام جمهور الرجاء لعبة النادي الأهلي خلاص تعودت على هذا الأمر طبعا كان عقب المؤتمر الصحفي نهواند لمسنا حادثنا مع الإعلام المغربي اللي طبعا بيكلموا عن قيمة وأهمية المباراة طبعا سواء للأهلي أو للوداد ثم كان بالأمس نهواند التدريب الرئيسي للنادي الأهلي على مركب محمد الخامس خلينا أقول لك طبعا درجة الحرارة أثناء المباراة تبقى ما بين 18 إلى 20 درجة مقوية وده جو ملائم من الجو إن شاء الله تكون مباراة يعني والجو يكون مناسب لي أداء مباراة قوية من اللعب الفرقين طبعا على حالة الملعب على النقل التلفزيوني يعني النقل التلفزيوني الكاميرات تتجاوز 16 أو 18 كاميرا لنقل تلفزيوني طبعا يعني وحنا موجودين بنتابع الأجهزة الخاصة به الفار عربية الفار أرض الملعب كلها أمور إن شاء الله يعني إن شاء الله إن شاء الله مع توفير ربنا سبحانه وتعالى مع شخصيات للعب اللي نادري إن شاء الله إن اللعبت تكون قادرين إن شاء الله أن هما يدفع عن اسم النادي الأهلي عن شخصياتهم وبإذن الله ناواند بتوفير ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله نادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي قادرين النهاردة أن هما يعودوا إلى القيارة بالكأس الإفريقية برضو ناواند لم يعيقى لو في أي استفسار كريم أي استفسار أو أي تساول عن أي أمور خاصة بالبعثة آخر الأمور خاصة بالمباراة بص يا فاروق أنا وكريم كنا بنتناقش يعني يمكن قبل الهوف نقطة مهمة جدا وحبين أن أنت توضحها لنا. يمكن أن تكون آخر نقطة عندي أو تساؤل. إحنا كنا نتكلم عن فكرة هنا العلاقة الطيبة ما بين الشعبين. وأن الموضوع حتى وإن كان فيه بعض الأمور الغريبة. اللي حصلت لصالح النادي الأهلي أو ضد النادي الأهلي. بمعنى أصحي من قبل الكاف. فالكاف ده قضية أخرى. فعشان كده أنا عايزاك تنقل لنا الصورة. وإنتوا بالبعثة بتتجول. الناس المحيطة بالفندق الإقامة. إنت نفسك لما بتنزل التعامل إزاي مع الأشقاء المغربة. يعني دي الروح اللي أنا بقى عايزة نحن نفصل. وعايزة أن أنت تحكيها لنا بشكل يعني مباشر. فضل. أثرت نقطة في غاية الأهمية نواند. ودي النقطة اللي كان في بداية كلام الموضوع في البداية. خالص الكابتن محمود الخطيب. لما الكابتن محمود الخطيب ومجلس أدارة النادي الأهلي. قال إن الأمور اللي النادي الأهلي بيتكلم فيها. هي أمور أو حقوق للنادي الأهلي مع الاتحاد الأفريقي. ليس الاتحاد المغريبي أو الشعب المغريبي الطرف في هذه الأمور. هي أمور أو أمور تنظيمية أو حقوق ما بين الأهلي والاتحاد الأفريقي. أعتقد النادي الأهلي بيطالب بحقوقه لدى الاتحاد الأفريقي. ليست الأمور متعلقة بالشق الجانب المغربي أو النادي الوداد. وده اللي بنأكد عليه ويأكد عليه مجلس إدارة النادي الأهلي العلاقة الطيبة بين الشعب المصري والشعب المغربي إحنا لما بننزل بنقابل بعض الجماهير من جماهير الوداد أكيد طبعا بيتمنوا الفوز لفريق الوداد أثناء تجولنا أو التحرك الحفلة من مقر الإقامة إلى ملاعب التدريب بنقابل جماهير الوداد طبيعا هي بتشير بعلامات الناصر طبيعا هي بتتمنى طبعا الفوز لفريق الوداد طبعا بالأمس يعني فندق اللقاء ما باللي يعني أثناء الليل طبعا سمعنا صوت الألعاب النارية اللي ممكن تعمل إزعاج شوية للعبين لكن دي كلها أمور كلها معتادة الأمور اللي هي خلاص قبل المباراة الإعلام لما بيتكلم لأ بيرحبوا بينا كمصريين بيأكدوا على العلاقة اللي طبعا طيبة جدا هي تسعين دقيقة ببنته ولكن ما يتبقى هو ما بعد تسعين دقيقة اللي بنشوف ودة سواء من وسائل العالم أيضا الجانب المصري والتعامل مع الصحفيين المغربين أريد برضو أن أنا شيء بدور الوافد الإعلامي للنادي الأهلي في التعامل وفي تزليل كافة العقبات سواء مع الإعلام المغربي أو الوسائل الإعلامي المصرية المصحبة يعني أنا أقول لك أنا وان ده هي كتيبة عمل داخل منظومة النادي الأهلي جزء مع مجلس إدارة النادي الأهلي جزء مع الجهاز الفني مع اللعبين جزء مع الإدارة الإعلام في النادي الأهلي اللي يعني ما بتتأخرش أن تقدم أي دعم سواء تساعد الإعلام المغربي اللي أشهده بهذا الأمر الإعلام المصري اللي جاي تابع هذه المباراة أنا بأكد طبعا وكلنا بنأكد طبعا على علاقة طيبة طبعا ما بين الشعب المصري والشعب المغربي دي نهوان ليست نقطة الطرف للحديث أو الكلام هي أمور متعلقة ما بين النادي الأهلي والاتحاد الأفريقي زي ما قلنا بنتجول في الشوارع المغرب آه في تأمين كامل لبعثة فريق النادي الأهلي لكن نتمنى إن شاء الله أن الصورة الجميلة والمشهد الجميل ده يا نهوان يكتمل النهاردة في المباراة وأن الجماهير الوداة تقدم صورة طيبة جدا جمهور المغربي وبنقولك كمان برضو الجمهور المصري اللي اتنين يقدموا صورة جميلة جدا النهاردة نشوفها بدون استخدام شماريخ بدون استخدام ليزر بدون إلقاء زجاجات خلينا نتفرج على مباراة خلينا نتفرج على 90 ديئة جماهير المغرب يأكدوا ويرسموا الصورة ونكملوا الصورة اللي بتجمع ما بين الشعب المصري والشعب المغربي لأنه ما يبقى 90 ديئة بتنتهي يا نهوان وما يبقى ما بعد 90 ديئة صحيح كلامك مظبوط جدا وإن شاء الله ترجعون منصرين ومنتصرين يا فاروق بيز سلامنا لكل البعتل اللي عندك وكابتل محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس الإدارة ويا رب إن شاء الله خير دايما ينصرنا شكرا لك جدا سميننا العزيز فاروق صلاحة لها دي التغطية الأكثر من رائع